نعم القوة السياسية تريد انتخابات مبكرة ولكنها لا تريد أن تكون هذه الحجة لإسقاط السيد السوداني القوة السياسية خصوصا الشيائية بذات المالكي يقول نحن مع الحكومة لآخر يوم من ولاية السيد ولكن الولاية الثانية اتحدد الانتخابات لذلك هم ليسوا مع إسقاط الحكومة وليس مع حاجة إنما هي قضية طرحت في هذا العنوان باتشر إن شاء الله عمرك طويل وإحنا وياك والقوة السياسية والشعب وبقراوة يبين بالعبرة ما قالوها علنا في هذا البرنامج من بدأة الانتخابات المبكرة قالوا استنسخوا التجربة الإيرانية وإلا لن نبقى بالعملية السياسية أن يستقيل المسؤول قبل ستة أشهر والما يشوف بالمنخلعة ملاعمة حشب نقول ببجة فسر لي ساد نجم ساد نجم هذا الموضوع ليس التجربة الإيرانية هي فقط تطبقها نعم طرحها بالعراق سياسي مرموك طرحها على السيد المالكي وطرحها على أفراد آخرين لكن هذا ليس فقط في التجربة الإيرانية أن يستقيل المسؤول قبل ستة أشهر في أغلب الدول التي تنتزم الانتخابات المسؤول يستقيل من وظيفتي بل يجمد نفسه لحين يجرى الانتخابات هذه ليست متجربة إيرانية هذه موجودة في الحديد من الدول العالم المسألة أنه في العراق يمكن تطبيقها ولا يكون تطبيقها لا يمكن تطبيقها بشكل كامل لأنه رئيس الوزراء يقوم بواجباته كقائد عام القوات المسلحة والبلد لا يحتاج إلى وجود مثل هكذا شخصية في نظام تنتهي ولايتتي وتبدأ ولاية ثانية طيب